موسيقى مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية بكل مكان أصعد الله صباحكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة أهلا بكم في هذا الفلاقي الجديد من صباح الشروق بداية أسبوع سعيدة وموفقة لكل الأحباب الأصدقاء ولكل أولئك الذين هبوا باكرا متجهين نحو أعمالهم أهلا ومرحبا بالجميع صباح الشروق فترات عديدة ومتنوعة نأتيكم من نادي النيل العالمي حيث المساحات الخضراء الممتدة والجناين الجميلة نترنم في هذا الصباح مع خليل فرح بين جناين الشاطي بين قصور الروم فوق جنعين شاطي بين قصور الروم حي ذحر تروم أبكي يا غلو فوق جنعين شاطي من قصور الروم حي ذحر تروم أبتيا بطرور دور رسال بعقول لهم نمسوها طقوم ملكة عسر قلوبنا جديد عليها دقوم دور رسال بعقول لهم لبسوها طقوم ملكة عسر قلوبنا جديد عليها دقوم في الطريق المرق بالخلوب مسحوم كالهلالة الحلة الناس عليها تحوم فوق ناين الشاطئ من قصور الروم حي زهرة روم أبتيا بطرور خلي جات مدبوعة وصافية كالدنانة في القوام مربوعة شوف عالي أمنا موضة آخر موضة هيفة غير زنا روضة داخل روضة لن نفيها بطرور فوق ناين الشاطئ من قصور الروم حي زهرة روم أبتيا بطرور شوف عنا جديد ستقول عنب في القرار شوف وريد الماسم زي زجاجر شوف عنا جديد ستقول عنب في قرار شوف وريد الماسم زي زجاجر القوام الناد والحشى المبرو والصدير الضامح زي خليجر شوف عنا جديد من قصور الروم حي زهرة روم أبتيا بطرور شوف جبين الحلا ضوى فاقفنا منه هلا شارع منه بكونا شوف جبين الحلا ضوى فاقفنا منه هلا شارع منه بكونا فالعباط اتقابل زي نهدي بالنار تحرق المتهاب والبعيد في النار تحرق المتهاب ليلة وياليلة ليلة وياليلة ليلة وياليلة ليلة وياليلة ليلة وياليلة بنهول ياليلة ليلة يا ليلة ليلة يا ليلة وفج عين الشاعر بين قصوص الروم حي زهرت روما أبكي يا مغروم بهذه الروح نتواصل بركتاتكم صباحا ونحن نأخذ من ألق الخليل ما خطى بأناميله في صالون داركوز هذه الكلمات التي تغنى بها عدد من المغنيين على امتداد مسيرة الغناء السوداني أو كما وثق الكاتب السوداني حسن نجيلة في كتابه وهو يرصد تحولات المجتمع السوداني بصالون داركوز بأمدرمان نتواصل بإفقاتكم ومغاشرة لاستعراض حالة الطقس والمناخ متعبئة موسيقى 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 أواصل برفقتكم صباحاً أيها الرجاء نحن وأنتم الكثيرين يحرصوا صباح على تناول كوب من الشاي أو من القهوة وللقهوة طقوس لإحتساء وجلسات سمر ممتدة سواء كان صباحاً أو مساءاً تختلف هذه الطقوس باختلاف القبائل وباختلاف مناطق السودانية فنجان القهوة هي الفقرة القاملة موسيقى أهلاً بكم أعزائي المشاهدين وأهلاً بي غنات الشروك قال ليلى مشرفاناً ومنوراناً أنا لمية عادل ممثلة بس والليلة رحي ببيض يفتي روزالين دم جاهد برضو ممثلة زم التفل عمل وكده أهلاً بك يا روز مشرفاني طبعاً الليلة طبعاً يا جوانا والله أعزائي الممثلة من الوزالين الذي احتمال ليش حرين ما شفتها أعزائي الممثلة منها شديد أنا والأستاذة لمية عادل زميلتي في العمل معاك من ممثلة روزالين دم جاهد والله أنا عارف نفسي مقصرة شديد مع المياه لأنه طولت ما لاقيتها فالليلة قلت أجي أزورها في بيتهم وفي قعدات الجبنة طبعاً نحن نتلم إلا قعدة ولا كده لأنه أي زول بشغله وبي جامعته ويعني ما بتناتلاقي إلا صدفة في الجبنة ولا كده والله قعدات الجبنة دي أسمح قعدات يعني فيها بنتلمة وبنحل الخلافات خلاف بين زول والتاني بنحله معي اللانة والمياه فعندنا زميلاتنا كتيرين بنكون في عيباناتنا الخلافات بنحلها والونسة والقعدة واللمة أحلى شي بتكون في الجبنة هذا الهدف من الونسة والهدف من اللمة والقعدة فأنا مبسوطة شديد إني لقيت الزميلة مياه عادل وبس منا بتمنى كنت إنه الزميلة مياه عثمان تكون معانا بس للأسف هي ما جاد مالقة طريقة فالمياه كيفي كمانا شديد 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 أهلا بكم من جديد احتفل العالم الإسلامي أجمعه ثم أمس بذكرى مولد خير البرية وراصلنا محمد صلى الله عليه وسلم المولد النبوي الشريف المناسبة السنوية التي يحتفي بها العالم أجمع ويقيمون لها الولائم ويقرؤون ويتذارسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في السودان تحرص الطرق السوفية والجماعات المتصوفة على الاحتفاء بهذه المناسبة بشتى الطرق ندعوكم في المساحة القادمة لمتابعة هذه الاستطلاعات التي قمنا بها في قناة الشروق لنعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي متجذرة في قلب الشعب السوداني متابعة سلام سلام أحيل المدام خذوني عليكم فأنتم كرا والاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إعادة لقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم وللتعرف على المنهج الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه لمعالجة المشكلات ورسولنا هو خاتم الأنبياء والموصلين لا شك أنه أتى برسالة تتضمن أصول الرسالات السابقة جاءت رسالة لكل العالمين تعالج مشاكل الإنسانية كلها وكان صلى الله عليه وسلم له منهج يهدي في التعامل مع البشر مع الأطفال مع النساء مع الرجال مع المخالف له مع المتفق معه فسيرته صلى الله عليه وسلم هي القدوة الحسنة والاحتفال به صلى الله عليه وسلم إبراز لمحبته صلى الله عليه وسلم وإعلاء لهوية هذه الأمة التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله بالصلاة عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليمه سلام سلام وحيل المدام خذوني علي فرسولنا صلى الله عليه وسلم إنما نحتفل به نحتفل بهذه المعاني العظيمة من عبادة الله سبحانه وتعالى والأخلاق الكريمة والفضائل ومكارم الأخلاق ومناقب الصحابة ومناقب الأنبياء المرسلين لأن فيهم هدي وفيهم السلوك القويم وفيهم التربية وفيهم التعليم نقتبس من ذلك من قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم ينون أولاً الاحتفاءات بالنبي عليه الصلاة والسلام هي احتفاءات يحتفي المحبون في جميع أصقاع الدنيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما يعبرون به عن فرحتهم بميلاده عليه الصلاة والسلام إذ أن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أول من احتفى به الله سبحانه وتعالى حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بولادة أحمد وتوالد بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء فحق للأمة المحمدية أن تفخر وأن تفرح برسولها ومصدر عزتها وقوتها نحن لا نقول أن الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً لأن عياد المسلمين معروفة وكما قال علماؤنا فإن يوم مولده صلى الله عليه وسلم هو أفضل من العيد صرح بذلك علماؤنا ولكنها عادة طيبة من عادات المسلمين فالاحتفال بالمولد يعني هو قليل نقدمه لرسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نجعل نور الخير في قلوب الناس كما قال سيد الخياط التغلبي كل القلوب إلى الحبيب تميلوا ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلوا أهلاً ورحبكم من جديد من هذه الأجواء المفعمة بالروحانيات والمحبة لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نتواصل معكم بذات المحبة مباشرة على قناة الشروق الفضائية وصباح الشروق مؤخراً أصبحت العملية العلاجية للمستشفيين من الأمراض المختلفة حمان الله وإياكم جميعاً ومتعكم الله بنعمة الصحة والعافية عملية متكاملة وسلسلة يحرص عليها مقدمي الخدمة الصحية باختلاف مشاربهم من مؤسسات صغيرة ومؤسسات كبيرة واحد من هذه الأجزاء في العملية الصحية وعملية الاستشفاء هي مرحلة العلاج الطبيعي التي تاهتم بتأهيل المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية يسمى المصطلح مصطلح الاكتيفتي انتوليرانس وهي فقدان النشاط بالنسبة للمريض لذلك يحرص المعالجين الطبيعيين على إعطاء جرعات علاجية كافية بالنسبة لكل المرضى حول الحديث عن العلاج الطبيعي كذراسة وتخصص وعلاج أسعد جداً بأن يكون ضيفي داخل السوديو أستاذ سيد أحمد عبد الحميد أستاذ المساعد في جامعة تاميلين مرحب بك في صباح الشروق منويرنا مرحب بك في صباح الشروق حبابك عشره أستاذ أحمد كلمنا أول حاجة عن أهمية العلاج الطبيعي بما ينفس الساد المساعد في جامعة تاميلين العلاج الطبيعي هو علم دراسة الحركة وعلم دراسة الجهاز العضلي والهيكلي فالهيكل يتبني عليه كل اللعضة فإذا في أي اعتلال في الجهاز العضلي الهيكلي فأسره بيصفر على الجسم كله فهمية العلاج الطبيعي أنه كيف نخلي المرضى نقلل لهم الألم أول حاجة ونساعد المريض أن يعيش حياته طبيعية بقدر الإمكان هو العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فبعد العمليات إذا حصل إصابات إذا حصل كسور إذا حصل أي حاجة بنساعد المريض أنه يرجع لحالته الطبيعية قدر الإمكان يرجع لشغله يرجع إعيل أسرته وكل ما هي الجرعات التعليمية التي يتلقى طالب في كلية العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي في البداية كانت تاب على مدرسة الطب كان يدرس فيها المواد الأساسية المواد الأساسية علم التشريح، علم وظائف الأعضاء الكيميا الحيوية بعدها في المستويات الأخرى العلم الأمراض وذي المعلومات التي تُعطى للطالب على أساسها يتأهل ويتخرج عشان يمارس وظيفة الإقتصاص علىها بعد المواد الأساسية يخش في مواد التخصص العلاج الطبيعي يدرس كل الأجسام العلاج الطبيعي العظام، العلم الأعصاب، والأطفال، والنساء والتوليد، جراحة، وعلاج طبيعي للصدرية طيب، أتكلم عن الدور الرئيسي اللي بيقوم بي والمعالج الطبيعي بالنسبة لبعض المرضى دوره شنو كعامل الرئيسي في مرضى الشلل أو الناس اللي بيصيبهم عطب في أعضاءهم سواء كان الأعضاء العلوية أو السوفية أغام في عيديهم أو في عرجونهم العلاج الطبيعي له دور أساسي في الشلل خصوصاً يعني، تمام؟ فهو بعد ما حالة المريض يستغر وجاته جلطة وعالجلطات إما نسفية أو انسدادية فالعيام بيكون خلاص بعد ذلك بيخش مرحلة العلاج الطبيعي طوال لأول ما الحالة تستغر حتى لو كان في اليوم الأول بعد ذلك بنبدأ نزيد هو بيفقد الإحساس في في جزء من الأجزاء نصف الجسد تمام؟ فبنحاول أول حاجة نرجع الإحساس مع الإحساس بيرجع الحركة تمام؟ ماتين بيبدأ الدور الرسمي لإختصاص العلاج الطبيعي فيما يلي مرضى الشلل؟ يعني أول ما المريض دخل وكتابوا له والعلاجات الرئيسية وهي الأدوية بيبدأ طوالد العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي بيبدأ بعد مرحلة معينة من تناول الأدوية بعد ما يأخذ الأدوية والحالة تستغر يعني أول حاجة العيام بتشخص يتم بمراي أو سي تي رنين مغناطي صوائية بعدها بيبدأ الدكتور بيشخص وبيكتب الأدوية بيأخذ الأدوية حتى تستغر بعدك بيبدأ العلاج الطبيعي فمرضى الشلل تأهيل بيأخذ زمن على حسب كمية الضرر الناتج في الدماء فكلما كان الضرر كبير كلما كان العيان مضاعفات الجلطة كبيرة كلما العيان بيأخذ زمن في التأهيل يعني محتاج صبر صبر شديد والصبر ده بيحتاج وعي من المرافقين للمريض وبالنسبة لأهله معظم الناس بتخيلوا إنه العلاج الطبيعي ده بار عن دلك فقط بالنسبة لهم فيهم إنه خلاص عملوا لك كتابولوجيا تساد بتاع دلك لمثلا اليد المشلولة أو الجزء الأسفل المشلول أو أهمية توعية المجتمعات بموضوع العلاج الطبيعي دور كمنتو في عملية التوعية أو الشرح معروف إنه أي عملية أو خدمة علاجية تقدم للمريض بتشرح للمريض وتشرح لمرافقين المريض وهم الدور التوعية مهم شديد لأنه المرافق لو ما كان مدرك للخطة العلاجية ومدرك للمرض ذاته فهو ما هي يصبر فبالتالي أول حاجة بنبدأ بيها بنبعد مع المرافق نشرح ليه الخطة العلاجية كلها ومراحل المرض اللي يمر عليها بعد ذاك هو بيكون في الصورة يعني عارف نحن بنعمل في شنو ثاني العلاج الطبيعي بيستخدم وسائل فيزيائية وتمارين علاجية طيب واحدة واحدة شرح لينا الوسائل الفيزيائية دي والطبيعي طيب الوسائل الفيزيائية جاي من الفيزياء أصلا اسمها العلاج الفيزيائي أو العلاج الطبيعي الوسائل الفيزيائية دي تحفيز الكهربي بنستخدم الحرارة في بعض الحالات يعني ما إلا الشلال بنستخدم جهاز بتاع موجات فوغة صوتية بنستخدم العلاج المائي العلاج بالليزر بكلها من الوسائل المستخدمة طيب نحن نحن مسكنا جزء بسيط وهو دور العلاج الطبيعي بالنسبة لمرض الشلل والجلطات دارين نركز أكثر على دور العلاج الطبيعي شنو الخدمة اللي بتقدم للمريض الشلل أو مريض الجلطات بعدما خلاص كتب للمريض في الوصفة الطبية علاج طبيعي تحديد الجلسات نوع العلاج الممكن يخذوا مريض الشلل أو مريض الجلط دور العلاج الطبيعي قلنا بيبدأ مما يتشخص هو في المستشفى بعدما العيان يطلع في البيت بعدك ممكن يمشى على الـ أو في شركات بتاع خدمات منزلية رعاية منزلية بيجو المريض في البيت ويواصل جلساته يعني تمام خليني نتكلم عن جانب المستشفى يعني خلاص المريض مرقدينه في المستشفى وجل اختصاصي كتب لي ويأخي بمرافقة الأدوية الطبية والعقاقير الطبية عندك جلسات علاج طبيعي نوع الجلسات الممكن يخذ المريض شنو هل هي جلسات تذيق أو موجات فوق صوتية تماس كهربائي زي ما ذكرت قبل شوية طيب في المستشفى والعيان لسه يدوب في العناية نحن بنستخدم علاج يدوي بيكون محصور على اليدوي طيب من ضمنها التمارين نعلم العيان كيف يتقلب في السرير الزات وبعد ما يجيه الشهل نعلم العيان كيف يتحرك كيف يقعد كيف يحاول يقوم المعلومات دي تبلكوها للعيان والمرافق للعيان للعيان والمرافق الآن هم وعي المريض ذاته بحالته وتعاونه مع المعالج الطبيعي فهو يلعب دور كبير والرقبة في العلاج برضو دور أساسي فإذا العيان عنده رقبة يساعد الطبيب الشديد طيب نحن مؤخرا يعني لاحظنا عدد من الاختصاصيين سواء كان في العلاج الطبيعي أو الاختصاصيين المعنيين بصورة مباشرة في التعامل مع المرضى يوعوا بأهمية التقليد في السرير عشان المريض لا يصاب بفرحة سرير وذكرت لي قبل شوية أنه تملكوا المعلومة للمريض وللمرافق بردو نتكلم عن هميته المريض يظل راقب على جانب واحد فترة طويلة جدا الحاجة دي يمكن تقطع الإمداد الدموي من المنطقة الراجد عليه وبالتالي يحصل التقرح في جسد المريض مبدئيا المريض مفروض كل ساعتين يتقلب على الصيد الآخر فالحاجة دي مهمة ناس التمريض والعلاج الطبيعي وبعد ما يطلع في البيت المرافقين بردو لازم يكونوا عارفين الدور نحن نتفادى القرح ونتفادى حاجات تدخلنا في مشاكل تانية تمام؟ برضو العلاج الطبيعي عنده دور في علاج القرح حتى بعد ما إذا لا سمح الله العيان جاتوا قرحة وكدا فبنستخدم العلاج بالليزر مفيد جدا 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 في عملية الاستشفاء في حال القرح السريرية أستاذ أحمد يمكن العالم من حولنا يتقدم كل يوم فيما يلي إضافة مناهج أكثر تخصصية في موضوع العلاج الطبيعي أستاذ يامعي مساعدة الدريس في جماعة الميليين في طرب المعالجة أيضا هناك كل يوم إضافات جديدة سواء كان على مستوى الجرعات أو على مستوى الأجهزة المستخدمة نشوف أن إحنا في سودان وين من العالم فيما يلي موضوع العلاج الطبيعي سواء كان على الجانب الأكاديمي كدراسة وإنته مساعدة الدريس أو على الجانب الطبيقي بصفتك اختصاصي العلاج الطبيعي في سودان بدأ من الستينات كان بدأ بالتكنيشنز أو هم تمريض عالي وأخذوا كورسات بتاعت علاج الطبيعي لأنه كان فيه نقص أصلا ما كان موجود المجال بعد ذلك بدأ فيه تطور يعني فيه دكاترة سافروا للظاهرة ودرسوا العلاج الطبيعي في التسعينات وجرع عدعين هنا وبقوا خلاصهم عمداء الكليات وبعتها فيه تواصل مع العالم الخارجي من خلال الشبكة السودانية للعلاج الطبيعي فهي بقت حاليا عضو في الشبكة الدولية للعلاج الطبيعي بتنظم كورسات مؤتمرات فعاليات يعني صراحة كنا متأخرين لكن حاليا بنحاول إننا مواقبين لما يلي موضوع العلاج الطبيعي سواء كان كدراسة أكاديمية أو كتطبيق عملي في المستشفيات مواقبين بنسبة 8% 80% نسبة ما هينا أتحدث عن المؤسسات التعليمية أو الجامعات اللي بتقدم تخصصاً للعلاج الطبيعي ودورة برضو في تخريج اختصاصيين طبيعيين مؤهلين لممارسة أعمالهم الطبية في المستشفيات أو في المرافقة الصحية بسرعة المؤسسات العلاجية المؤسسات التعليمية ما كان فيه صراحة وعي كافي بس حاليا الوعي ذات فبالتالي الجامعات بدأت تفتح كليات بتاعت العلاج الطبيعي الكليات العلاجية الطبيعية في الجامعات الحكومية حاليا ثلاثة نسبة بسيطة مغارنة بالحوجة الموجودة في المجال بس فيه كليات خاصة زي حواليا تمانية كليات تقدم برنامج العلاج الطبيعي في بكلاريوس أربعة سنة وخمسة سنة ننتقل لجسئية تانية وهي اعتقد جسئية مهمة جدا في موضوع العلاج الطبيعي والتي هي مسألة تلقي العلاج الطبيعي بالنسبة للمريض واختلافه من المريض الثاني حسب حالة المرضية بالنسبة للمريض حسب عامل السن حسب حوجة ليعادة التأهيل الفوارق بالنسبة لاستقبال المريض ذاته للعلاج الطبيعي الفوارق عامل السن بيلعب دور أساسي لأنه مع التقدم في السن بيصهر تغيرات فيسيولوجية هي طبيعية بحكم السن لكن بيتأثر على العضلات بيتأثر على العظام المفاصيل فالعضلات بتضعف المفاصيل بتبدأ فيها تآكل في فرق بين الرجل والأنثى والمرأة فنسبة الكثلة العضلية في الرجل بيقلل الإصابات الممكن تحصل والإناس التركيبة الجسدية معظم تركيبة دهمية فالتاني حاجة عندهم الإناس في مشكلة في التوازن فعدم التوازن بيعمل مشكلة إصابات الأربطة ممكن منزلاق ضروفي ممكن بالإضافة للأعمال المنزلية الشاقة لهم ربما يدهم الصحة والعافية طيب نحن تكلم عن فوارق قلت لئي إنه الخثة العضلية عند الرجل الأعلى والخثة الدهنية عند المرأة أعلى فإنتوا كيف بيتقدروا مستوى التأهيل بالنسبة لأي مريض سواء كان رجل أو أنثق لما يجيكم مريض محتاج عدد تأهيل أول حقيقة التغييم المريض بيكون كل عيام بيختلف عن الثاني لازم كل عيام يتغيم على حدة بناخد التاريخ المرضي كويث بعد ذاك الكشف السريري بعدها أنت بتصل لتشخيص للحالة على أساسه حسب الحياة الإنت اللي قيتها أو الاعتلالات اللي عنده على أساسه بتخطى القطة العلاجية يعني كل عيام بفرق عن الثاني على أي أساس بتدني القطة العلاجية للمريض يعني المريض جاكم داخل من النظرة العامة بتعرف أنه خلاص دا رجل خلاص أنت حددت القطة الأولية بتاعتك أنه خلاص الرجل قطة العلاجية كذا المرأة قطة العلاجية كذا بعد ذاك بناء على الحالة المرضية للمرابية مريض الشلل ما زي مريض الجلطة مازيب الجاي بكسر مثلا في أي عضو من أعواء الجسم العملية ذات التأهيل اللي يتم للشخص هل هي عملية تكاملية بالتم مثلا ما بين اختصاص العلاج الطبيعي ومقدمة الخدمة التمريضية والممرض وما بين اختصاصي مثلا العظام واختصاص الباطنية العملية تتم كيف؟ لأن نظيم مجموعة التخصصات لأنك عندك مرضى متباينين يعني في احتياجاتك يعني التيموركين مهم شديد أنه عشان كل التخصصات دي بتلعب دور في الدور النهاي اللي هو الغاية شفاء المريض فلازم يكون في تكامل بين التخصصات لازم يكون في كل زول عارف دور الثاني شنو وبالتأكيد يعني العلاج الطبي أو الأدوية اللي بيأخذ العيام مهمة شديدة في أنه تساعد في أنه تخفف آلامه بتساعد في عمليته الشفاء فهنا في السودان عندنا مشكلة بتاعتها التيموركينج ما في تيموركينج زي برة فإن شاء الله لي قدام والناس تدعاون يعني كله بيصف في مصلحة المريض نتكلم شوية عن أقسام العلاج الطبيعي أقسام العلاج الطبيعي هي أقسام طب نفسها هي العظام والأطفال والأعصاب النساء والتوليد الجراحة باطنية الثاني الإصابات الرياضية هذه كلها أقسام الأقسام دي يعني فيه تخصصية الطالب العلاج الطبيعي إذا ما يتخرج بيكون هو ملم بكل الأقسام دي ومؤهل لأنه يتعامل مع كله قسم أو مريض في كله قسم وبعدها التخصصية تتجي في برنامج الماجستير بتتخصص على حسب الحاجة التي أنت عايزة وبتمشي عليه وكيرا سوى نقطة مهمة جدا سيد أحمد لا بدون أن يزولي قيف عندنا وهي المقطة المركزية التي يعمل على أساسه إختصاص الألاج الطبيعي بيكون مهتم بشنو أول ما يسلموه مريض محتاج لعادة تأهيل ومحتاج لألاج طبيعي معروف أنه يعني مثلا إذا جاء عيان من حوادث لزول بيكون بيعملوا ليون السعافات الأولية أو مثلا إيسوا ليون العلامات الحيوية فعينتوا عندكم شنو النقطة المحورية اللي بتتضلقوا منها إحنا الخطة العلاجية ذات بتتقسم هو المرحلة في الخطة العلاجية أنه نقلل الألم لأنه المريض بجاء يكبر سبب الألم الألم هو الحاجة إذا أنت ما قللت الألم ما بتقدر يعني المريض ذات ما بيتعاون معاك عشان أنت مثلا تعمل لتمرين عشان تقوي عضلة أول حاجة بنقلل الألم بنزيد مدى الحركة بعد ذاك بنبدأ برنامجات تقوية وتمارن الاستطالة وتقليل الألم بيتم بوسائل منها التحفيز الكهربائي تحفيز الكهربائي وفي الموجات فقسوتية برده بتقليل الألم باستخدام الحرارة سواء كان باردة كمالات باردة أو ساخنة برده بقلل الألم بعد ما قللنا الألم فيه تمارين بتتعامل لزيادة الحركة زيادة مدى الحركة في المفصلة المعنيان أو في منطقة الإصابة مع زيادة مدى الحركة فالتمارين دي هل هي تمارين موحدة لكل المصابين بحاجة معينة مثلا أصحاب كسور الأرجل واحدة أصحاب كسور الأيبي واحدة أو التمارين بتختلف حسب الإصابة وحسب سنة المصابة بتختلف بالتأكيد لكن نحن بنشتغل على المفاصل فكل مفصل له تمارين بتاع مدى حركة معين أو حسب الميكانيكة بتاع المفصل نفسه فما بيختلف يعني من زول لي زول لكن بيختلف في في الغالب التمارين هي هي بس ممكن تزيد عددها أو تقل حسب حركة المريض نواصل الخطة العلاجية بالنسبة للمرضى بعد تقليل الألم وزيادة مدى الحركة بتبدأ تمارين التقوية التقوية مهمة شديدة في الخطة العلاجية لأنه إذا العيان ما قوى عضلاته فبالتالي حيرجع له نفس المشكلة الجابية إحنا ما حلينا مشكلة إذا أنا قللت لك ألم وخليتك تمشي حجيني راجعة تاني لأنه ما حليتها مشكلة ما زالت المشكلة قائمة فبعد ذلك بنشوف المرونة العضلية للعضلات برضها بنعمل لها تمارين استطالة وكذا الثاني إنه نعلم العيان كيف هو يعني يقعد صحيح المرونة العضلية دي أنتو بي تبسوها بناء على شنو بناء على نشاط المريض مثلا لا أو بناء على شنو في تمارين معين بتاعت مرونة بي تحدد بها مدى مرونة الشخصة الماسي الأمام بعدها يعني كل عضلة بتجيس مرونة براها وفي معظم الحالات بتكون العضلات معروفة بالنسبة للمختصة يعني يكون هو عارف هو حيشوف يعطو عضلة ده بيقلل له الزمن يعني هو بيمشي على العضلة المستهدفة طوالي بيشوفها إذا هي مرينة ولا لا على أساسه بيبني البرنامج بتاعه بعدها كالباشن إدوكيشن إنه العيان كيف تثقيف المريض تثقيف المريض كيف يتعامل مع حالته الصحية ديه وكيف يعني في البيت يعني حركته في البيت بتكون كيف يقعد كيف في الكرسي بيشكل صحيح ما يأثر على يرفع مثلاً مستوى إذا كان مشتغل على الكمبيوتر وكده يرفع مستوى النظر مستوى الكمبيوتر لي مستوى النظر فدي حاجات كلها بيتأثر يعني يبقيت عندكم أولويات في اللحظة اللي تستلمو فيها المريض بتبدأ من تقليل الألم بعدها المحاولة ليعادة تأهيله بحس إنه يكون عنده مشاط ببداية الأتمارين مروراً لحد آخر حاجة بتجيو تودعوه وتثقفوه العملية ديه عملية طويلة جداً محتاجة صبر طويل وبالتالي بيلزم توعية بالنسبة للمريض وبيلزم دعم نفسي صح لأنه دعم النفس ديه ضروري جداً عشان ما تقدر تصبر ليك على فترة العلاجة الطبيعية صح فنحن يعني المريض أول ما يجيك لازم تستقبل ببشاشة ويرتح لك لأنه لو مرتح لك ما يتحسنك وما يسمع كلامه وما يعمل التمارين فوحدة من الحاجات الأساسية النزول يقدر يتعامل المريض مع المريض كيف ويقدر يعني يخليه يرتح له عشان هو لو عنده مشكلة يحكيها له لو عنده مثلا جزء في التاريخ المرضي ما ذكره ويقدر يحكيه لك لو في مثلا مشاكل مثلا سلم البيت في حاجات في البيت انت ما تكون عارفة بكلها يعني بتتعبر عن مدى الارتياح المريض بالنسبة للطبيب ثاني طيب نحن بلتليه انه محتاج الانطباع الاول بالنسبة للمريض تجاه الاختصاص العاج الطبيعي يرتاح لك نبي قلني النقطة الاولى اللي تكلمنا عنا قبيل وهي المعلومات العلمية اللي بتضاف لطالب طالب العلاج الطبيعي يعني هل بيدرس جزء من علم النفس مثلا او بيدرس اساسيات التعامل مع المرضى مثلا ياتو نوع من المعلوم بصفتك مساعدة تدريس بيتملكوا للطالب عشان يكون مؤهل لانه يتعامل مع مريض حيجي لعلاج الطبيعي مرات يستمر لأكتر من شهرين وثلاثة شهور ونحن في بلد الناس يعني بمجرد ما شعرت بالعافية والي تجري عشان تشوف الشغال وين تكونوا زول يزبر لك عشان يجيك لعلاج طبيعي شهرين وثلاثة شهور دي مسألة صعبة وإذا انقطع لك انت بالنسبة لك تستطيع لك طبيعي مشكلة حيرجعك للنقطة الاولى ثاني فجزء من برامج العلاج الطبيعي فيه علم النفس فيه اخلاقيات المهنة وكيف تتعامل مع المريض الثاني حاجة لما انزلوا التجربة العملية والسريرية فبيكون فيه اشراف بيتعلم الطالب كيف هو يتعامل مع المريض كيف هو يعني الدكتور في الجامعة هو ذات وبيكون قدوة بالنسبة لطلابه يعني من خلال معاملته للمرضى وكذا جميل تكلم عن همية التشخيص قبل رحلة العلاج الطبيعي مضودة رحلة رحلة التشخيص الدوره اساسي لانه اذا مت العيان تشخص سليم ده سيكون بالنسبة له حاجة مكلفة ماديا وزمنيا تمام فالتشخيص اساسي جدا جدا ومفروض نركز عليه والمقابلة الاولى مفروض يعني تكون بس يعني دردشة بين المريض والطبيب بعد ذاك الكشف السريري بنركز على كل الجوانب الممكن تكون سبب المشكلة عشان نصل له تشخيص صحيح وسليم بيبنوا عليه الخطة العلاجية طيب شنو دور اقتصاص العلاج الطبيعي في العملية العلاجية بصورة كلية هل دوره بيختصر على إعادة التأهيل فقط ولا عنده أدوار تشخيصية وأدوار ما بعد العلاج في الدور اساسي ما هو دور ممساعد يعني فحاليا في الدور المتقدمة بيقى اقتصاص العلاج الطبيعي هو مؤهل لانه يشخص يصرف ميديكيشنز أو أدوية يعني هنا ممكن يكون الدور مساعد أو دور في العملية العلاجية جميل طيب واحدة من الحاجات برضو المفهود نجيف عندها مستقبل العلاج الطبيعي خلاص زول جي قدم كلية العلاج الطبيعي في الجامعة المثلانية مستقبل الحاجة بشنو سواء كان في الجانب العملي مستقبل وصورة كلية يعني احنا خلاص في منطقة بدين الواكب بالنسبة 80% حسب كلامك اللي قدام حيحصر شنو هذه السؤالين في سؤالك طيب الحوجة للعلاج الطبيعي مستمرة تمام يعني الواحد في البيت بيحتاجوا له لانه المشاكل العضلية مع استوب الحياة ومع الدوام الضاغط والحياة الدول كلها بيترتب عليها مشاكل عضلية فبالتالي يعني المستقبل باهر بالنسبة لإختصاصي العلاج الطبيعي إن شاء الله وفيه تطور مستمر في العملية التعليمية كل مرة بتضاف برامي كل مرة بيستضيفوا وأكاديميات من بره بتجي كورصات هنا بيتأهل يعني الدور أساسي طيب نحن في شهر أكتوبر أكتوبر الوردي لا في تعريضة مرفوعة الآن بأهمية التوعية بالفحص المبكر والكشف عن السرطان الثدي أهمية العلاج الطبيعي ودوره في كل مراحل السرطان الثدي ما قبل حدوثه وأهمية الكشف المبكر أو دوركم عموماً فيما يلي هذه المسألة الكشف المبكر هو أساس كله حاجة لأن العين كله مريض السرطان الثدي كله ما اكتشف مبكر نسبة الشفاء بتكون عالية شديدة نسبة الشفاء بتصل إلى 95% في المراحل الأولية فعشان كده يعني الواحد بناشد الأمهات والأخوات بالكشف الدوري والكشف المبكر تلافياً للأضرار الممكن تحصل أنا أشكر لك جداً والله سيد أحمد أبي الحميد تساصل العلاج الطبيعي ومساعدة تدريس بجامعة النيلين كتر خيرك مورتنا في صباح الشروط مرحب بيكم ومنور بيكم إن شاء الله شكراً إذن كانت المساحة عن أهمية العلاج الطبيعي كدراسة وتخصص جامعي ومجال يمكن للإنسان أن يقدم فيه الكثير من العناية للمرضى وتواصل برفقتكم وتجوال في مختلف المحطات الصباحية سودان عامر بالكثير من الجواذب السياحية التي يمكن أن تكون مزار لمحبيء السياحة سواء كانت السياحة الأثرية أو سياحة المناظر الطبيعية الفقرة القادمة بلدنا حلوة نتابع منطقة البوغة أو الجزيرة الباكة هكذا كانت تسمى في الماضي حسب روايات الأهالي المحلين تميزت المنطقة بتضاريس نيلية قنية بمقاومات حياة الريف كما تبعد البوغة بمسافة 30 كم شمال مدينة بربر على الجانب القربي لنيل أول من السكن في هذه المنطقة هم حمد ولمين أولاد محمد جرنوس الملغب جرنوس واتحمد ودعسيل وددريس ودعبد الله جمع استغروا في المنطقة الجنوبية اليوم بيسمى ووسي وكان معهم أتباع في المنطقة الغربية للنيل بيرعوا البهايم بتاعاتهم وخيلهم فوجدوا جزيرة ظهرت فسموها جزيرة الباقة الباقة فبمرور الزمن بيقوا يجيبوا خيلهم وبهايموا بيرعوا في المنطقة دي وماشين وين الجزيرة الباقة يعمل الباقة بعد شوية ادخل الواو وسموها الباقة ده يعني شي متفق عليه كل الناس عارفين ان الباقة كانت من أول حاجة يسمي الباقة عرف إنسانها بالتعايش والتسامح وإباء الضيمة كما تنحدر السلالات الموجودة بالمنطقة من الجد الكبير إدريس الإنجير وهو أحد أبناء عبدالله جماعة الذي أرسل في العام 1506 لحكم المنطقة بعد سقوط السوبة وسط السودان أصل الانجيرياب في الباقة هم أولاد إدريس عبدالله جماعة إدريس عبدالله جماعة عنده أربع أولاد لما جاءوا السكن أولا في منطقة التولي عنده أربع أولاد هم صقر وعبدالدائم وعسيلي ووديدي فالأربع ديل جزوا منهم في التولي والغالبية العظمة في الباقة أولاد وديدي وأولاد عسيلي وبرضو في منطقة الجول ومنطقة فتوار الأسر دي يعني طبعا انتشرت الآن وجزوا منهم يعني في الخرطوم في عطبرة وغيرها تعدد نظام الحكم والإدارة بالباقة ما بين التقليدي والحديث وكانت الزعامات التقليدية القديمة هي التي تدير دفة الحكم المحلي إلى أن جاء النظام التمثيلي الحديث العمودية هنا عندنا إحنا اللي عشنا فيها في منطقة التقاوين دي الجنوبية جنوب الباقة دي المنطقة اللي كان العمودة الكبير محمد عثمان الطاهر وبعده لما توفى مسك ولده عثمان أخذ فترة قبل ما تنتهي الفترة طبعا قبل هو حي جاءت الحكومة وغيرت النظام اللي للعمد بالإدارات والحمد لله هو داعش فترة كده لحد ما توفى وهنا جنبه في الباوة ذاته كان برضو في عمودية اللي هو فيها محمد بعض العمد عبدالله إبراهيم مسك وادخوه محمد هنا استمر فترة من الزمن كده وأراد الله توفى بلا كثير انتهت العمودية حسب الإرادة حسب الإرادة التي الدولة غيرت النظام بحيات اللي جان وحيات زي دي كده مارس السكان المحليون عددا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والرعي وفلاحة الأرض بينما يشكل المشروع الزراعي الذي تأسس منذ قرن من الزمان ضمن منظومة المشاريع الإعاشية بالسودان عاملة مهما بالنسبة لاستقرار السكان الناحية التجارية طبعا في السوق الناس مرتبطين ببعض في تجارة بتاعة البهايم وتجارة بتاعة المحاصيل الناس بيقوموا يتداولوها بيناتهم في الزمان المارة كان بيتعاملوا بالعينة يعني انت جيت لصاحب الدكان لارتشتري منه حاجة تشتريها تديه قمح تديه فول تديه ما زي اليوم بالعملة العملة الورغية يعني الناس كانوا بيتعاملوا بيشنوا بالتعامل بالعينة عندك فول عندك تمر عندك ايه بيجي شلواء منك يتعاملوا بيها التمور بأنواعها المختلفة والبساتين والقمح تعتبر المنتجات الأساسية بجانب التربية المواشي للاستفادة من لحمها وإنتاج الألبان بالنسبة للشاطة الاقتصادي قلنا العيد بتاع الزراعة أصبح ما مجزي والأسعار ما سابتة المزارع ما مستفيدة اضطروا الناس ينتقلوا لمهن تانية وهم ما فيها عندنا هنا التجارة تقريبا المنطقة هي بتعتبر سوق بالنسبة للمنطقة الغربية بمحلية بربر ويمكن الشريك بالغارب برضو بيتجمع فيها المحاصيل من المناطق ديها من هنا بيتنتقل مرة تانية وتتوزع لجميع الحاسدان برسودان كسلة ومن درمان الخرطوم ومن الخرطوم ومن درمان برضو بيسافر لغاية كوستي ومناطق الجنوب يعني بزات البلح التنقل داخل المنطقة والخروج منها لا يتم حسب الطلب بل تتحكم فيه جغرافية المنطقة النيلية فتستخدم الحمر الأهلية والمعدية وأحيانا العربات لنقل الإنتاج سكان المنطقة وددون وطيبون فاكسبتهم خبرة الحياة الطويلة كيف يتعاملون مع مختلف الظروف فتجد المرأة تعمل بجانب الرجل داخل الحقول وحتى طيور المنطقة تبقى هادئة وساكنة لا تنزعج بمجرد مرور الإنسان أهالي الباوغة عادات وتقاليد قديمة احتفظت بها النساء خاصة خلال الأعياد السنوية ومناسبات الزواج البنينة لما تقعد في قاعدة تجرد قوم الصبحية والعريسة يجبون له الصناح حق تجرد طمع الصناح زمان بيجب عداس بيجوهم زخرفة بالسلفان والورود وحياة جميلة ويخدوا والدلكة والبخور والعطور ويجرت قول عريسة دلكوبة الدلكة حبوباته وخالاته بيجيفن يمجدنه إنك انت من جبيلة كده وجدك كده وأبوك كده وعمك كده دي البنين دي قاعدة تجردك بعدين السيرة ما خلوها السيرة بيصيروا يالا عنده بيصيروا ويصيروا لكن السيرة عسر عكسة بقت من أهل العروس لأهل العريس أستمر برفقتكم نحن وأنتم صباحا في صباح الشروق عدد من الفترات المتعديدة والمتنوعة والذي يأتيكم هذا اليوم في بداية الأسبوع الآن نطلع فاصل مجرى جائعا اشتركوا في القناة مجدداً أهلاً ومرحباً بكم جميعاً نحن وأنتم صباحاً شروق عدد من الفقرات في الانتظار والكثير من الفقرات التي مضت أهلاً بالجميع الآن ننتقل مباشرة إلى موجز بأهم وآخر الأنباء مرحب زميلة كرام محمد عطالله السلام عليكم مشاهدين أهلاً بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق اختتم بحضرة ولاية الشمال دارفور الفاشر الاجتماع الدوري لولاية دارفور الذي ترأصه حاكم إقليم دارفور مني أركو من ناوي بقاعة مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية الشمال دارفور تحت شعار سلام استقرار تنية والذي ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالإقليم أهمها الأمن وتأمين الموسم الزراعي وموسم الحصاد بجانب تفعيل قوات حفظ السلام وانتشارها في مناطق هشاشة وتفعيل اللجنة العليا لجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة الأستاذ فتح الرحمن أبو بكر الوزير المكلف بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض والمهندس يوسف أحمد الوزير المكلف بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية برعاية الأستاذ عمر الخليفة ولولاية النيل الأبيض المكلف دشنا بإدارة مخازن هيئة مياه الشرب بكوستي مشروع الطاقة البديلة لمحطة مياه الشرب بالولاية واجدد الأستاذ فتح الرحمن أبو بكر التزام وزارته بدعم كافة المشروعات الخدمية مشيرا لسعي الحكومة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية لكافة مواطن الولاية شكى عدد من تجار المحاصيل والمزارعون بالولاية الشمالية من تأثير عمليات الصادر في الانتاج المحلي فيما يلي محاصيل الثوم الفول والتوابل وعزى تجار ومنتج المحاصيل بمنطقة السيلين تدني عمليات وتكدس المنتج المحلي إلى غزو المحاصيل من إحدى دول الجوار للولاية الشمالية بكميات كبيرة ومتواصلة أحيى الطرق الصوفية والجماعات والمواطنون بالولاية الشمالية ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالساحات والطرق والميادين والبيوتات المخصصة للاحتفال بهذه المناسبة وأحيى الساد الأدارس الذكرى المباركة وسط أجواء مفعمة لذكر الله ومآثر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ودعا ممثل الولاية الشمالية ميدوب الخليفة لدى مشاركة الاحتفال دعا للتمسك بمنهج المصطفى الكريم والتأسي بسنته وكتاب الله عز وجل إذا المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري عودة مرة أخرى إلى نزار عبدالله بشير في صباح الشروق أهلاً شكراً جزيلاً لزميلة إكرام محمد عبدالله نتواصل برفقتكم في صباح الشروق وفقرات عديدة ومتنوعة الصحة تاج على رؤوس الأصحة أو هكذا يقولون فقرة عافية هي المساحة القادمة نتابع موسيقى موسيقى بالنسبة لنا نحتضر العين من أكثر الحواسة التي ربنا سبحانه وتعالى كارمباء الإنسان والعين مسؤولة من هي أكثر الحواس غيمة ما بنقول يعني باقي الحواس ما مهمة لكن العين بالنسبة لنا حتى في المخ مستلمة أكثر من نص المخ يعني في المساحة التوزعية مسؤولية العين هي الإبصار والنظر وعشان تكون العين سليمة لازم يعني نقدر نحافظ عليها ربنا حاب العين بوسائل دفاعية طبيعية من خلق ربانية عملها جيفون خاريية تحميها من البيئة البراء عملها طبقة الدموع السطحية عشان تخلص العين رطيب عشان نقدر نحافظ على الوسيطة الأمامي من العين يكون شفاف تماماً نحن عندنا في السودان ربنا حبانا بفصل يعني بانطخص وصيف وحار وشتاء وجعف وخريف ورطيب دمو يتعمل مضغيرات فسطة العين بالذات لناس اللي يشتغلوا لأن أغلبها هلنا ناس رؤى وناس مزارعين حاب ننصحهم بأنه لما يتعرضوا لأشعة الشمس الخارجية يعني ياريت وضعوا عيونهم بنظارات شمسية حماية من الأترباء والبيئة الخارجية وبرضو نفتكر أنه التعامل مع العين لو وقع فيها جسم غريب لأخواننا الرعاة والمزارعين من أترباء أو فرع الأسجارة والحيات دي التعامل معها يتم بحرص يعني إزالة الأجسام الغريبة بعم طريق استخدام ماء نعرضها للعين بدون ما ندعك دعك شديد لأنه لو بيقى في جسم غريب صليب وممكن الدعكة تخليه يعني إذ بي تبقى جسم غريب في العين وعمله مضاعفات عملية غراح في الغرانيات وكده فنحن دائما نفتكر أنه التعاملات بالإزعافات اللوالية مهمة لو الحكاية زادت من كده نعرض نفسنا على أقرب وحدة الطبية العيون فبالنسبة لنا يعني أمراض العيون كثيرة لكن الحفاظ على صحة العين أي مضغيرات بالنسبة لنا من ألم انحدار في النظر حمراء أرصفية تحدو حكة شديدة إفراز من العين دي معنات العين بيقى في وضع ما سليم محتاجي أنه شوفه زور مختص في العيون ونحمد الله أنه يعني أطباء العيون والمساعدين طبين العيون في السوداء متوزعين بصورة قويسة الحكاية تعد نجيب قطرات من السوكساي ونستعملها بدون وصفة طبية من الطبيب دي قد تكون عندها مرضود سلبي بالزات في حارة العدم التشخيص السليم يعني حتى بنطلب من أخواننا في الصيدليات أنه في صيد القطرات معينة ممكن العامل فيها في حدود وهي قطرات الترطيب وقطرات المضادات الحيوية لكن يا ريت القطرات التي فيها كورتزولات والقطرات التي تدعالي الدخط العين ما يدعمه لبقى معاشر مع المرضى بدون استشارة أو رشدة طبية فديه حاجة مهمة شديدة لأنه يتفقدنا يعني مشاكل كثيرة إنه ممكن تحصل ويا ريت الصيدلاني أو الدول في الصيدليلة يقول للمريض لو بعد يوم ما تحسن أن عارض نفسك على طبيب عيون لأنه يأتي لنا مشاكل لو كانوا تعرضوا عالينة من البداية بصورة كويسة في التشخيص ولمرة كاملة لكن نكتشف أنه ناس باستعمال القطرات الخاطئة يعرضوا نفسهم لعلاجات هي ما أساس العلاج الرئيسي للعين فإنحنا نتمنى أنه ناس رغم عن ظروفة اقتصادية الصعبة يريد أن تتجه أقرب وعدة الطبية العيوب لمعالية المشاكل هناك مشاكل ثانية ظهرت لنا بعمل التطور في الحياة أغلبية الدراسة والعمل عن طريقة الوسائل البصرية التي هي التلفونات والتابات والكمبيوترات أي أي موظف في عمله يجب 90% من العمل عن طريقة الأجهزة الرغمية والحواسيب هذه عملات متلازمة مثل النظر للحاسوب التي يمكن أن يتعرضوا إلى صدع مزمين لأن يتعرضوا إلى جفاف خارجي في العيون وأن يتعرضوا إلى أمراض سطح العين ينصح أن الزهل الذي عمره فاته لأربعين سنة يحتمال أن يكون محتاج إلى التوضيح على الشوف القريب يمكن أن يستخدموا إلى التعامل مع الأجهزة الرغمية وإذا كانت هناك مشكلة في التحسس من الإضاءة ينصح أن الوصف الطبية يكون هناك عاكس للأشعة لكي تحمي العين لأن الناس يستخدموا التلفونات لفترات طويلة في اليوم لديها مشاكل يمكن أن يكون أغرب الأمراض التي تحدثت في الحوال الخفي وارتخ عضلات العين ويجب أن نتعرض فيها كبيرا لأن الدراسة والتركيزة والجرائي يتبعوا عن طريق الحواسيبة وعن طريق التعبات لن نقول أنه ضد التطور في الحياة لكن نقول أنه مع التطور الحياة لكن بالمحافظة على العين عن طريق الأجهزة وإستخدام الصور الرشيدة وصورة سليمة فنمنع أن الزول يتطلع على هاتفه وغرفة مظلمة لأنه ممكن تعمل لنا مشاكل ترفع ضغط العين أو تعمل المشاكل ثانية حسن الإنسان أنه أول ما يبدأ يدرس أو يذاكر أو يقرأ له كتابه أو يعرض نفسه على التلفون أو على الكمبيوتر إنه بدأ يحس بصدع دي برضو يعرض نفسه على طباء العيون مرات يكون نظرك شدة على ستة لكن يكون محتاج دائر تعمل تخطيط لعضلات العين تعرف إنه عندك ارتخاء أو حوال خفي أو كده هل حوال خارية أو داخلي هذه برضو من الحياة المهمة شديدة نسأل يعني نتمنى أنه نكون قدبنا شدة كويسة للناس ونسأل الله التوفير ترجمة نانسي قنقر المشروع المشروع المترجم من جديد هذة ومرحبا بكل متابعي سباحا الشروف متنوعة الآخرات عديدة ومتنوعة السبوع حافل بعدد مباريات اللي كانت في دوري أبطال إفريقيا وبداية أسبوع موفقة بالنسبة لعدد من الفروق السودانية فقرة التحليل الرياضي أسعد جداً بأن يكون ضيفي داخل السوديوم الصحف الرياضي طاهر صالح حبابك عشر مرحبك مرحبك زمين نزار مرحبك المشاهد كريم نخلينا نبدأ مباشرة بنتيجة الهلال السوداني يوم أمس وتعادلوا بهدف لهدف مع الشباب التنزاني في تنزانيا النتيجة التي فرحت جمهور الهلال باعتبار أنه أجل الحسم إلى أمدرمان نتيجة نشوفة طيبة جداً بالنسبة للهلال فريق طام حمل وصول أدوار متقدمة جداً من بطولة أبطال إفريقيا حقق تعادل أمام فريق عنيد مباراة سبقتها الناد كبيرة سبقت شد وجزب إعلامي خاصة من قبل الفريق التنزاني اللي يتمتع بها الإعلامية كبيرة جداً لكن مدرب الهلال فلوران قدر أنه يقرأ الملعب صح بسبب التوليف المناسبة في نهاية امتصح حماس أصحاب الأرض وقلعت عادل سمين جداً سيخدم ويكون له أثر كبير جداً من خلال مباراة الهياب الكثير من المحللين الغياضين يتكلمون عن صوء الطالع اللي لازم لعيبة الهلال بأعتبار أنه يضيعوا عدد من أفرس كيف تقرأ مباراة الأمس من جانب طريق الهياب والله يعني ممكن هم قد لا يكونوا متوقعين نصلاً أن المباراة بتقال للفرص الأطاعة من خلال الجزئية اللي أخير ممكن نقوله كان في عدم الفينش بالنسبة لهجوم الهلال وهذه الأشكال الكبير أنه بعاني منه معظمة الأنجية السودانية حتى على المنتخب السوداني نحن بنعاني أو نتغر لللاعب رغم تزعى اللي بعمل الفينش بيجيب اللقوان فهذه الأشكال كبير جداً كان فيه تصرع كان فيه سؤال طالع كان فيه سودا مركز كان فيه أنامية زايدة من قبل نجوم الهلال خاصة داخل خطة منفاشر وهذه الأشكال الكبير في الدقيقة 76 كانت الفرصة الضائعة من المحترف الكانغولي الوليبو اللي كان على انفراد وكان مغرب منه ياسر مزمد اللي كان لعب الكورة لياسر مزمد الهلال كان قادر أنه بسجل أكتر من هدف لكن كان فيه آنالية وكان فيه سوء طالع عموماً لكن ممكن بغير من التركيز والتجويد من خلال الفترة المقبلة قبل مبارات الهياب الهلال قادر على تجاوز تلك المرحلة وقادر على تسجيل أكتر من هدف من خلال مبارات الهياب خاصة باستغوى الهلال به جماهيره وجمهوره الهلال غير نعم شدنا ملعب مكاب ممتلت جداً على خير من خلال مبارات الهياب لكن كان فيه الأسر قليل جداً احترافية كبيرة بالنسبة لمدرب الفريق واثقة نجوم الهلال كان فيه سباك كبير وأدى إلى زي ما هو تلك انتصاص الحماس واختلع التعادل شايف أنه سيكون مفعول السحر اللي يجم هوري هلال ونجوم الهلال داخل ردية الميدان من خلال لقاء الهياب نتكلم شوية عن إدارة المبارات من قبل مدرب الفريق كيف رأيت أنه موفق كان في إدارة المبارات خصوصاً أنه كان خلى بدايل الكروت الراب حزيجي خلوران مدرب خبير على نسبة الغارة الأفريقية كان دربت معلق قبل أن موسيق جداً أن المجلس دار ناديها تعاقد مع مدرب كبير على خلال خلوران نحقق نجاح كبير جداً حقق بطولة الكون فدرالية مع فريقه السابق نهد بركان المغربي موسيق وحيد نجح بحقق بطولة الكون فدرالية وكاس العرش المغربي فمدرب ما سهد جداً ونجاحاته السابقة رفت نتقى بالكنغولي ونجي للمباراة أنه فاجأ بكل تأكيد النابي وفاجأ الإعلام التنزاني وفاجأ الجمهور يانج أفريكان كان طامح أنه بحقق انتصار ويطلع الفريق المباراة باعتبار أنه لما يترك مباراة العياب صعبة جداً ولكن كانت المفاجأة الكبرى بأنه بفع بجوم مانو وأخفى محمد عبد الرحمن فنحن مدرب كان أنه بخلي محمد عبد الرحمن على الدكة جمه ويدفع بقية العناصر محترامي لبقية العناصر بالجبايا من الهلال ولكنه مدرب كبير جداً وأخضع النابي في الحتة كان التركيز كله على محمد عبد الرحمن الإعلام كله كان يتحدث عن محمد عبد الرحمن والنابي كانت تحذيراته كبيرة جداً خاصة أن الشباب التنزاني يعاني على مستوى خط الدفاع فيها شاشة كبيرة جداً فكان كل التركيز على محمد عبد الرحمن ودخلتها مع مباري النوارات والدتي كانت تركيز على محمد عبد الرحمن كانت تركيزهم كيف يكونوا عليهم محمد عبد الرحمن لكن كما قلت لك الصفة محمد عبد الرحمن كانت مفاجئة كبيرة جداً حتى بالنسبة لنا نحن كمتادعين ومؤذرين للهدار كانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة أنه يكون عبد الرحمن ومحمد الرحمن في الاختياط لكن في النهاية محمد برضو كان دائر الوقت أنه يقعد مع نفسه ويشوف في النهاية هو بشر كانت ضغط كبير حواليه من قلال تصفيات أمم أفريغية البطولة أمم أفريغية تصفيات البطولة العربية تفضل على البطولة العربية التي كانت في غطر أنه محمد الرحمن ما أخذ ولا راحة يحتاج أنه براجع حساباته وشاف أنه لو زل أنه بضيعت بفرص أو مستواه بعمل ضرب أكيد في مهاجم آخر بقتنع الترسة وقادر على حجز الموقع فأحس بخطر وكان منفجار حقيقة في شباك ينقى التنزالي وذي كانت الفايدة كبيرة جدا بالنسبة للهلال وهلالكتر مستفيدين في وجود أكبر من عنثر في خانة واحدة هل تعتقد أنه المدرب كان موفق جدا في وضع محمد الرحمن في خانة الحقياطة؟ بكل تأكيد استراتيجيته عموما البداية المباراة المدرب من خلال ملاحظتنا له ومتابعتنا للمباراة لعب جزء المباراة على تفاصيل معينة بكل ربع ساعة بغراءة معينة بتوجيه معين بتركيز معين فضلا على أنه لعب على مجهود اللاعبين لو كانوا محترفين أو وطنيين فقدر أنه من اللاعب البدد في المساحة الجزئية الأولى في الوسط فاللحظات الأخيرة من المباراة فذي اللاعب علىها لأنه يعرف نفسيات اللاعب السوداني وقدرات اللاعبين العناصر الحوله فنحنا ممكن نتكلم ونحلل ونشير أن هذه الرؤية رؤية مدربة لأنه الأدرة ودام جاله أكيد وماكه مدرب أنه يمشي وبدأ نفسه ويكون خارج البطولة أو يفشل كتحقيق الانتصار أو التعادل أكيد هو برضو يحابس على سيرة ذاتية بتاته وصمعته الطيبة على مصدر الأفريق وزي ما قلت لك أنه يقدر أنه يختفى الأضواء حتى من اللاعبين لأول مرة أنه مدرب بكل رشادة كبيرة أكثر من اللاعبين ببغيراته وبروده الكبير جدا وعدما يفعاله من خلال مجريات اللقاء وشاهد لأنه في النهاية تمخذ التكتيف المدرب أنه أولد تعادل سنين جدا من داخل معقل الشباب التنزال الفريغ لما قلت لك أنه كان فيه هالة إعلامية كبيرة جدا سابقة في المباراة وفضلا على الدعم الجماهيري الكبير نتكلم برضو عن المدرب وهو مدرب مؤخرا يعني الهلال لسه ما أخذ فترة طويلة عشان يتعرف على اللاعبين هل بتعتقد أنه استخدم التوليفة القديمة بتاع فريق الهلال المعروفة وليعب بيها ولا يعمل توليف تبراه اللي يواجه بها بطولة دورة الطريقة لا بالعكس أصلا فيه شيء فيه العقيد في الشمف المدرب يعني أنه عمل أدان الرؤية أنه داني من الناس كله بتجمع أنه دان مدرب كبير جدا ومعظم العناصر الدفع هذا هي العناصر الجديدة ولكن تسجيلات الأخيرة كانت برؤية الجهاز فني على الأهود كانت تعاقد معه في شهر 5 سابق من خلال فترة الميركاتوس الألفات كان هل برشح اللاعبين لغرفة انكذابات للهلال وعلى ضغطه التعاقد مع اللاعبين فما فيه عنصر غريب عليه في تشكيلة الهلالي يعني كله اللاعبين وشهادة مقبل كده وطبعا نزايدينه لعب مباراة مبارتين في كاس السودان لعب مبارات ودية ثلاثة مبارات ودية ملوز الصغير أمام مالشان تيكوتوكو مبارتين أمام سينبا تنزاني فضلا على دوبوسكو المباراة الأخيرة في لومانباشي فما في غرابة جدا عليه نعم حدث التجربته يحتاج لصبر كبير جدا لكن مع استمرار الهلال في البطولة لوقان على المستوى الأبطال أو الدوري سيكون الإنسجام أكثر سيكون نتائج الإيجابية أكثر الدخول أبو عشرين من التشكيلة هل شكل مفاجئ بالنسبة للمتابعين والجمهور؟ لا أكيد لكن الدخول المفاجئ لمحمد عبد الرحمن أبو عشرين في توليفة الأنس كانت مفاجئة لكن كان فيه عياء ظاهر كان فيه إصابة على مستوى العنق بالنسبة للحارسة بكواري فوقانا في الميران الختامي يجرع على مرعب المباراة وتم تداروك وتدخل من قبل الوحدة الطبية يمكن حتى معلش المقاطع لكن لا أنا أعلم أن أقول لي في اللاين أب ظهر أيوة الوحدة الطبية قامت بلازي أدت الضوء الأخضر للمدرق فترة الإحماء ظهر العياء أكثر واللاعب يتأثر ما قدر أنه بخاطر وقال أنه مصاب تم صحب عاقب عملية الإحماء وتم الدفع باللاعب العشرين كما قلت لك اللاعب تخطى له أنه بديل أو تخطى له لاعب في نفس الخائنة في النهاته لا يوجد عشوة أكيد هو يشعر بالخطر ويديك أعلم أكثر ما عنده هذا الحاجة الصحة لللاعب السوداني عموما كل ما إنت جبت له المنافس وخطيته معينه أنه بيقى يلعب بالاحتياط أكثر ما عندك بالنصف الفرصة ممكن تقتلع كل الفرص وتتؤكد أنه أنت الحارس الأول علي عبدالله العشرين زي ما قلت لك نفس ما يقمناه عن محمد عبد الرحمن ينطبق عليه بالظبط باعتبار أنه كان حارس المنتخب الأول كان عليه ضغط كبير قبل أن يجي محمد المصطفى حارس المريك والفتنس الوظيفة الأساسية في حراس المرع عن المنتخب السوداني الضغط كبير شكل له الهاجف بالنسبة لعلي عبدالله عبدالعشرين وحسب درولزي مغطيك في الفترة فاتف لكن من خلال فرصة الأمس يتأكد علوك عبوك خبرة كبيرة جدا تسخر كل إمكانياته غيراته للملعب أنا ما بلوم على حتى على هدف الولج مرمى من قبل كلالة زاوية الرؤية كانت دعيدة خالص وحتى التصويب كانت مباقتة وهما كان مارق من المرمى بالطريقة الممكن بيجي الهدف قالت ولكن كلالة ركز على زاوية الضيقة ويجاب قول فممكن أي حارس في تلج مرمى هدف كلالة لأنه لاعب كبير لاعب لمح سخر كل إمكانياته وجهده وحواسه أحرز الهدف لكن عموماً كانت مفاجأة في محمد عبد الرحمن لكن محمد عبد الرحمن فاجأت جميع بإصاباته كبير الناس كانت تلتقضوا الضمان بدأت الآن تصفق وتسيق له تتكلم برضو عن مدائل الهلال أعتقد أنها كانت الكرت الرابح في تعديل نتيجة المباراة وثبات الهلال على نتيجة حتى ختام المباراة وهل وفق المدر في اختيار مدائل ناجحين؟ بكل تأكيد برضو أنا أخرج عليك عن المدر أخرج عليك عن فلوران فلوران ألاحظ في كل مباراة الهلال أقول الودية ليس مباراة سينبا تنزاني هدف أحرزه في الشوت الثاني عن طريق اللاعب جوم مانو الهدف الوحيد من سينبا تنزاني هنا نبشي مباراة مباراة الزهاب والليام مباراة الزهاب الهلال تلقى هدفين في الشوت الأول الشوت الثاني قدروا أن يرجع للمباراة بعد التبديلات العملية عن طريق الضروف وهدف خارج الأرض تلقى الهلال البش الكبير إنه ينتصر على الملعب بحق الإنفسار كبير مباراة الزهاب أيضا الهدف كان في الشوت الثاني كانت جزئية الأخيرة عن طريق الأوليب ركل الجلال تقبت مع محمد عبد الرحمن لوحظنا كله وحتى المباراة اللمس إحتفوا زي ما قلت لك بالعناصر اللي عنده ودفع باب في الشوت الثاني وزي ما قلت لك أنه يلعب على جزئيات ويلعب على مجهود اللاعبين ووفروا ممكانيات اللاعبين مثل محمد عبد الرحمن وانطلافات اللاعب سريع جاسر من الزميل فدأ صنعت الفارغ جدا ومن خلفه مع عبد الرغوف صنعت الفارغ الهلال يمكن أن يحقق تعادل السنين وصخر خبرته وإمكانياته الكبيرة في الشوت المدربين يتفوق على نظيره من السردين النابي هل كان ممكن الهلال يطلع بنتيجة إيجابية أكثر من التعادل؟ أكيد ممكن لأيانا ما بالغ لكن مبارا خمسة واحد أربعة واحد هذا كان مفروغ مننا لكن كما قلت لك عندنا المشكلة بتاعت الفارغ الهلال حتى الآن يدفع فاتورة عدم التعاقد تكلم الطاهر عن ند غير تقليدي الشباب التنزاني فريق جدا فريق جدا فريق كبير لكن الهلال حتى الآن يدفع فاتورة عدم التعاقد مع مهاجم رغم التزعة مهاجم سوبر كان ليلة ريحنا كثير وعمل مع كامل احترامين اللي بجيت المنظومة بجيت اللاعبين يتكلم عن الند غير الند قوي جدا على الشباب التنزاني زي ما قال فولوران برده وفغنات عزام بعد المباراة سألوا المزيع انه عن المباراة مجرياته وكذا بتاع هل كانت سهلة مساعدة قالوا نحنا في الأبقال ما في مباراة سهلة وفعلا لكن انا اقول لك انه الند للأسف ودي المحمدة ممكن انا اكدر اقولها انه باعتمد على لعبه معينين باعتمد على اللعبة كالالا فالضجة الإعلامية كلها كانت كالالا فذل اشكالة كبيرة عدم الاعتمار عن اللعبة الوحد فلادماء فتم التكبيل او اغلاق مساحات امام اللعبة كالالا غير الهدف الوحد اللحظة بعدها كان ما شفنا له اي فرصة كبيرة جدا لانه انقطع عنه الانداد في الوسط كان الممولين له فيسال سالوم وخاليد ايشو على الجناح الايمن كان اميرسون فتم اغلاق المنافس امام اللعبة دل وقطع الانداد عن اللعبة كالالا فكان ما فيه خطورة كبيرة جدا على دفاعات الهلال فدائما ان الفريق ما يعتمد على لاعب واحد ممكن بطلعك من مباريات لكن هتكون المباريات الكبيرة كلما بشكت المراحل معينة هتعاني كثير جدا وزي ما قلت لك الهلال ماذا زعلان رومبيك اننا جيتا تسجل ست هداف لزهاب اياب تسجل هاتريك مباراة وحيدة فهذا الهلال عندنا مهاجمينه عندنا مدافعينه عندنا لعبة وسط عندنا الناس بيجوثوا صح ويعرفوا المناتر هو والضعف فضلا عن قراءة المدرب في الوران لسه ما زال اننا كم بحور في ميال مباراة الهلال لكن خلينا ننتقل للمريخ والاهل الترابوسي وحوز المريخ المريخ ممكن بكل تأكيد ناجح اننا بحقق انتصار ثمين جدا هدفين دون مقابل انتصار كبير جدا وخلينا نقول حمد الله سلام المريخ اننا بلعب على ملعبه او على الاراضي السودانية على ملعب خلعة الشيكان اللي وجد مؤازرة جماهيرية كبيرة جدا ومجلس اللذارة الجديدة اللي نتسير بغيالتها في جبان استقبلت الاتصار بهدفين فهذا حاجة كويسة ودقة معنوية كبيرة جدا لكن الخصم ما ساهل ممكن انا بقول يعني الوما الغرائري فترة العداد الفترة الخاطت كله وفترة الدوري ما كدر انه بس توليفة معينة بالنسب تخدم المريخ في البطولة الافريقية فهذا اشكال كبير جدا فشوفنا اتهاداته وغيراته لله لكن الجهود اللاعدين اكتر لعب عن الانتصار الاخير الحبب على الفريق الاهلي طرابس الليبي لكن المباراة غضعا ستكون سهلة جدا اهل الليبي فريق كبير جدا عندي عناصر وفضح عن التصريحات الاخيرة والمقالل الاخيرة اللي بحذر إدارة الاهلي ما لم تلعد بحذر كبير وتلعد بخلف تحت الطاولة وبعيدا عن ارديت الميدان فربنا نجيب العواجب سليمة ولكن كانت اول البشريات لتعيين الحكم النقبة وحكم ردوان جيدة لحاولوا لغة كبيرة جدا قبل كده نشوفنا الاحداث الكبيرة شهدتها مباراة الهلال والله للمصر على ملعب الجوهر الزرقاء وكان ذا كان الفضح المعالى لحكم ردوان جيدة لحكم كبيرة جدا ربنا نعين المريخ المحلة المقبلة مباراة ما سهلة جدا وخصوة ما سهلة فضلا عن الظروف السببات لكن نحن واثقين انه العيدة المريخ منذ اليوم المريخ قادرين على تجاوز المحلة ان شاء الله والترقي الادوار المقبلة لان سودان بكل صراحة يحتاج الفرح باستحق ان انديتي تتقدم تحقيق البطولات لو كان على سعيد البطول فدرالي او البطال اذا نتكلم عن اتتاح النسخة 28 من الدوري المنتاز والتي تعول عليها امال كثير جدا السنة دي بانها تكون منافسة قوية ومميزة بين الفرق نشهد فياتا اهل عدد كبير جدا من الاندية السودانية للمشاركة في الخارج واكتساب لاعبين جدد في تشكيلات الهلال والمريخ وتنقلات اللاعبين الممكن تضيف للدوري المتاز نكهة وروناك والله ما نتمنى السيوم يحدث شي اخر احنا للأسفة الكبيرة حتى احنا ملاعبنا يعني ما كل الملاعب مجازة بطولة الدوري المنتاز نهيك بطولة الأبطال الأخريقية موهب على اللجنة المنظمة لبطولة الدوري المنتاز حتى الان ما عندنا ما عندنا مجسم خاص بطولة الدوري المنتاز ما عندنا كورة رسمية وما عندنا رعاية كبيرة جدا أو حتى الآن التلفزة ممكن غاناة النيلان لكن حتى الآن في رحمة الغابة ما في جاهزية ما في كبيرة حتكون معاناة كبيرة جدا باعتباره الرجعة اللهم أنوه في بطولة الدوري المنتاز نظام الجديد أو نظام القديم السابق جدا في فترة جاعة كورونا كانت تجمل وكل في أفرطون وهذا ممكن تدي دفعة كبيرة وتدي العاش لفرغ الولايات لكن بدينا المغاومات نحن نتكلم بحسابات اللي حدث لنا عند القدم لجنة المسابقات نتمنى أن نستخر كل إمكانياتنا و بطولة تصبح بطولة مشاهدة على مستوى عال العال وحنشوف الافتتاح بمدينة النيهود بين الصاعدين حيدوب النيهود والرابطة كوستي ونتمنى أن نسترشل خيرا بإذن الله ولكن البطولة سبقتها حتة التأجيلات باعتبار أن الأندية هلال مريخ ستتم تأجيلها مباريات كالعادة فذل إشكالة كبيرة وذل نعم على الكبيرة ستخص لجنة المسابقات من خلال بطولة الدولة لكن نتمنى أن تكون هناك تفريخ النجوم ليس على الهلال مريخ فقط على الاحتراف الخارجي لأنه لا يمكن أن يجنح الأندية لشير الأفضل اللعيبة تخزينها على هلال مريخ وبعد ذلك يكون هناك تبار كبير جدا على بقية الأندية حتى على التواني والتوارث من مراكز بشاركباء على مستوى الكون فدرالية فهذا سيكون هناك تفريخ نجوم لعبة حقيقين بعمار حقيقية بعيدا عن تدوير والوصول لمصاف تترغم ودخل المنتج لأن المنتخب السوداني مقبل على بطول تشان جميل سريعا فصارت تلال بور سوداني المصري وقبوله للعب مرة أخرى في مصر وقراء سريعا قبول اللعب خارج السودان والهوادان مبارتين أمام بير المنزل مصري فريق كبير جدا ومضجج بالنجوم فهذا كانت دداية النهاية لفريق هلال الساحر وقدم مميزة جدا وقدر أنه يكتاز عقبت فريق منزم جدا لكن لم تأتي النهاية السعيدة بالنسبة له هلال الساحر وأنا أشوف أن هلال مباراة الزهاب أو الافتراضي على ملعب ممكن للنس بنتاج 12 صفير فأنا شايف أنه جاد كويسة جدا بالنسبة له مغاومات اللعب السوداني مغاومات هلال الساحر مغاومات الأندية على هلال المريخ فكنا نتمنى أنه بردو بيلعب هلال الساحر على ملعب قلعة شيكان في أقل تقبير لو لا لعب على ملعب الجوهر الزرقاد بإعتباره أنه جمهور كبير جدا ما زي جماهير العاصمة بالشجع هلال المريخ سيبدأ بوش دفعة معنوية كبيرة جدا وذي مخلينا في البداية قلت لك أنه إشكال في الملاعب السودانية والدنيا التحتية بدخل الدير ومنتاز يكون هذي جدا ونقل غير فهم أو غير جاد بصورة ملايغة ملعب بالسودان لو كان في أتمة جاهزية مجازة من القبل الاتحاد الأفريقي هلال الساحر ما كان دفع الفاتورة البغزة وكان لعب على ملعبه كان وجد جمهوري وكان ما غريب وكان حد بنجاح بغض نظر عن المماثس منه ولكن في النهاي دي من المسلمات وخلاص براميز المسري وهلال الساحر فالفوارق بعيدة جدا فعال مكورة الغدر مستحيل ولكن نتمنى أن تدرك الموقف من خلال مباراة الياب كتر خيرك شكرا جزيلا الطاهر الصالح الصحفي الرياضي لا فقط في التحليل الرياضي اليوم شكرا ليك وسعيدنا بك في صباح الشروق شكرا جزيلا من الله صعب اللغة المساحة إذن كانت هي المساحة التحليل الرياضي في صباح الشروق لهذا اليوم والتي تناولنا فيها مباراة الهلال مع الشباب التنزاني ومباراة المريق مع أهل طرابلسي ومباراة هلال الساحل وافتتاح النسخة 28 من الدوري الممتاز فقرات عديدة ومتنوعة كانت معنا اليوم في صباح الشروق اللي تناولنا فيها مختلف الموضوعات والقضايا شكرا لإدارة نادي النيل العالمي اللي بيأتي منا صباح الشروق لهذا اليوم صباح الذي يرتب بهذه الأصوات التي ربما تظهر عصافر الخريف هجرت عصافر الخريف في موسم الشروق الحلو هيج رحيلة مع الغروب إحساس غلب نتحمله وكتمت أشواق الحنين دائرة دموع يتقلوا خليت الدموع ارتاحوا مني ينزلوا ليه يا عصافر الخريف حضرة مشاعري في نهاية حلقة اليوم بدا بإذن الله تعالى خلاق جديد وفريق عمل جديد حتى ذلكم الحين في أمان الله أمان الله أمان الله أمان الله هجرت عصافر الخريف في موسم الشروق الحلو هجرت عصافير الخريف في موسم الشوقة 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 الحلو وكتمت أشواغ الحنين داير الدموع التكلون ورجعت خليت الدموع يرتاحوا يرتاحوا مني وينزلوا لا يا عصافير الخريب خطرة مشاعري أشيل الصيف لا يا عصافير الخريب خطرة مشاعري أشيل الصيف لا يا عصافير الخريب اشتركوا في القناة تحت الغمام شايف مواكب الهجرة تحت الغمام شايف مواكب الهجرة اشتركوا في القناة 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 أحسنة ليه قول ليه يا عصافير ليه هالطنى أصغت جناحك أحسنة ليه قول ليه 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 قول ليه ليه يا عصافير دير الخريط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غيب السنين الليل ما لوا أولى العصافير غلبوا ايبا السنين الليلة المال دون العطافر يغذبون قره زولاً كان ولوك قمرت نخاطر طيب قره زولاً كان ولوك قمرت نخاطر طيب سمع قلبه خلام حميل سمع قلبه خلام حميل هد هد مشاعره ذوب الناس سعيدهم في الحياة لعطاق فراك لا تجربوا الناس سعيدهم في الحياة سباك فراء لا يرمو وانا حال في بعض الوطن دفعني طيّ العين تملي وانا حال في بعض الوطن دفعني طيّ العين تملي وانا حال في بعض الوطن دفعني طيّ العين تملي وانا حال في بعض الوطن وانا حال في بعض الوطن دوّ العين تملي وانا حال في بعض الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر